نجمة The Voice Kids شكلها كده اتغيرت وبقت واحدة تانية اشراقت احمد نجمة برنامج The Voice Kids فجاءت الجمهور بشكل جديد لما نشرت صورتها على الانستجرام وعلى موقع اخس واللي كانت فيه بملامح مختلفة تماما اشراقت نشرت مقطع فيديو ليها ويا بتغني اغنية اما براوة واللي كانت مشهورة بيها وقت ما قدمت في برنامج The Voice Kids فازت بيه كمان لكن شكل اشراقت في الفيديو كان متغير تماما وكأنها واحدة تانية وده اللي خلى الجمهور ومتابعين اشراقت يتفاعلوا بشكل كبير جدا جدا مع الفيديو ويعلقوا عليه ومن ضمن التعليقات اللي اتكرارت كتير على الفيديو انها كبرت وبقت عروسة وبقت ملامح ليدي في الفيديو اللي نشرته اشراقت بيه جدا انها خست وعملت دايت غير من ملامحها خالص خصوصا بعد ما بقت انسة جميلة مهتمة بشكلها وشعرها كمان الميك اوب بتاعها وده بعد ما كان جمهورها متعود يشوفها طفلة صغيرة اشراقت ظهرت في 2020 في برنامج الاعلامية بسمة وهبة وغنت اغنية يا ليل تلعيد في الاستوديو على قناة من القنوات الفضائية وقتها البرنامج كان مستضيف ثلاث اطفال من اصحاب المواهب الغنائية منهم اشراقت وكان معاها كمان جويرية حمدي والمطرب الموهوب احمد السيسي كلهم كانوا مشتركين في مسبق ذا فويس كيدزا وقتها اشراقت قالت انها كانت نجمة وسط زميلها وده بعد وصولها البرنامج ذا فويس العالمي واللي غنت فيه قدام اشهر نجوم العالم ولقت وقتها شهرة كبيرة في وقت صغير اشراقت كمان قالت ان اغنية الامم المتحدة اللي كان اسمها حلم العالم غنها سبع اطفال من سبع دول وهي كانت واحدة منهم وممثلة مصرية في الاغنية دي كانت مصر وتونس والسعودية والبحرين ولبنان والعراء كمان سوريا وانها غنت الاغنية دي على الهوى مباشرة وانها كانت فخورة لمشاركتها في اغنية بالحجم ده خصوصا انها تحت شهار مبادئ لامم المتحدة اللي بتحارب الجوع والفقر والجهلة كانت مبسوطة جدا لما وقع الاختيار عليها علشان تمثل مصر في الاغنية دي وفي سنة 2018 اشرقت احمد شركت في برنامج The Voice Kids وابهرت وقتها المشاهدين ولجنة التحكيم بقى ده اهل اغنية الفنانة ناجات اما برواء وده اللي خلى النجمة امر حسني يحارب لضمها الثريق بالبرنامج وبعدها نشأت بينهم صداقة كبيرة جدا وده استعد اشرقت في انها تتآهل للمرحلة النهائية في البرنامج لكنها ما فزتش باللقاب وبعد مرور خمس سنين على البرنامج ظهرت اشرقت وبعد ما اتغيرت ملامحها بشكل كبير خل المتابعين عندها على حسابتها الرسمية يعلقوا عليها بعبارات بقيت عروسة واحد تاني قال ما عرف نهاش الملحن احمد سعد السيد والد اشرقت قبل كده اعلن على صفحته على ما وقع التواصل ان اشرقت هتعمل الابوم جديد وهتعمل اغنية رومانسية قريب هتكون سنجل وهتنزل ليها في وقت قريب وده لما نشر صورته هو واشرقت وهم في الطيارة مسافرين وكتب على الصورة بكتب ولحن اول اغنية عاطفية لاشرقت هتكون بعون الله مفاجأة لجمهورها العريض في مصر والوطن العربي وختم كلامه قال دعوتكم بالتوفيق ما شاء الله فضل ربي وقت مشاركة اشراكات في مصابة The Voice Kids كان عمرها عشر سنين هي من موليد منطقة ضغط العنب في محافظة اسكندرية كانت وقتها في الصف الرابع الابتدائي وقتها والدها احمد سعد السكنداري كان بيقول انه اكتشف موهبة الغنى والصوت الجميلة عند بنته وده لما كان عمرها ثلاث سنين ما كانش مدي الموضوع اهتمام لان سنها كان صغير لكنها لما وصلت لسنة تسع سنين اتفاجئ بيها بانها بتغني مقطع من تلحينه وقرر وقتها ان هو يهتم بموهبتها ويخليها تدرس الموسيقى كمان خليها تشارك في برنامج The Voice وقال كمان ان بنته ورثت حلوة الصوت منه مش بس كده دي ابنه الكبير كمان كان وقتها اطالع في السنوية العامة والصوته جميل برضو بالوراثة من والده ومش بس كده كمان والدها قال انه هي صغيرة ودها اصر التزوق في السيدي جابر علشان تتعلم الموسيقى على ايد الملحن والمايسترو محمود ابو زيد وتولى وقتها تدريبها على المقاطع الغنائية الصعبة لكبار المطربين زي عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم ووردة ونجاة الصغيرة